موسيقى 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 وسط الزحمة اللي احنا منعيشها من اخبار سيئة بعض حالات الاحباط التفكير الدائم ومشاغل الحياة الحقيقة مفيش غير حل واحد وهو الثقة بالله شيء مهم جدا ان احنا نثق بالله وايضا نثق بانفسنا كلام كتير هنتكلمه عن الثقة بالله من خلال فقرة الدينية ومن خلال ضيفي وضيفكم الشرف من اليوم ده بالسوديو الداعية الاسلامي الاستاذ احمد عصام صباح الخير ونهارك دايما سعيد الزحمة بنتكلم عن الثقة بالله واكيد لو نتكلم عن الثقة بالله قد يتطرق الى ذهننا انواع الثقة بالله هل هناك بالفعل انواع الثقة بالله واذا كانت متموودة بالفعل فما هي هذه الانواع يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم برحب بحضرتك برحب بأسرة برنامج نهارك سعيد وصلى الله سبحانه وتعالى ان يجعل كل الاعمال دي في ميزان حسنتك النهاردة يوم الجمعة يعني يكثر فيه من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعني عايزين نقول ان الثقة بالله من اعظم العبادات التي امر بها الرسول العيس والسلام وامر بها الله سبحانه وتعالى في نقطة بس احنا الاحباط الحركة لسه تتكلم عنه من شوية وهو ان المجتمع فعلا عايش حالة من الاحباط اللي هي فيه صراع موجود مش عارف فيه حالة من اليأس فيه شوية فقر فيه شوية عدم بركة لكن الحل فعلا بالثقة بالله سبحانه وتعالى. ده يعني عايزة أقول إنه وصلاح حطلنا منهج واضح. بالضبط. فإحنا لما نشوف إنه هو في حياته مليان الثقة بالله. تلاقي الثقة بالإستعانة بالله سبحانه وتعالى. فتلاقيه في كل حياته بيستعين بربنا سبحانه وتعالى. الثقة بالله سبحانه وتعالى بالتوكل على الله والإطمئنان إليه. الثقة بالله سبحانه وتعالى بمعرفة ربنا سبحانه وتعالى. الخالق العظيم القادر المقتدر. يعني آياته الكونية في خلقي في سماواته في أرضه الثقة بالله سبحانه وتعالى في وعده فده مهم يعني إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله وإذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله سبحانه وتعالى وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فبيقولك كلمة عجيبة أوي فثق بما في يدي الله أوثق مما في يديك إن يكون عندك ثقة في اللي عند ربنا سبحانه وتعالى أكتر من اللي في إديك الحسن البصري لما كان مكانة كبيرة جدا في وسط الناس فقالوا يا إمامي بما كل هذه المكانة والهيبة قال باستغناء عن دنيا الناس ولما سئل حاتم الأصم قيل ما رأس الزهد قال فقة بالله فالفقة نحن عايزين نستمدها النهاردة يوم جمعة النهاردة إحساس جميل جدا أنك أنت رايح تقابل ربنا سبحانه وتعالى صلاة الجمعة نخرج بدري نكون على اغتسال تام وعلى ثقة ربنا سبحانه وتعالى في يوم الجمعة ساعة إجابة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مننا هذه الدعاء وهذه القربات التي نتقرب بها الله سبحانه وتعالى ولكن أستاذ أحمد قد يتساءل البعض الثقة بالله هي كلمة وتنتهيها كلمة بأننا نثق في الله سبحانه وتعالى ولكن قد أحدد سؤالي بالتحديد مرة أخرى هل للثقة أنواع؟ نعم الثقة بالله سبحانه وتعالى في الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في التوكل عليه فهذا ثقة أن تتوكر على الله حتى ذكر ذلك إياك نعبد وإياك نستعين فنستمد من هذه الآية أن واحد ثقة بالله سبحانه وتعالى فعندك ثقة بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى ثقة بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وهديك أمثلة على الموضوع دلوقتي وثقة طبعا بالتوكل على الله والاطمئنان إليه فهذا نوع واحد بيثق بربنا بالتوكل عليه واحد بيثق بربنا بالاستعانة به واحد بيثق بربنا سبحانه وتعالى بالصدق في وعده وحب يثق بربنا سبحانه وتعالى بمعرفته لما يعرفه الثقة تمتلئ الثقة تكون في كيانه تتغلغ في جسده في روحه حتى بيتي الشعر يقول أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني عني غنيه والضعف فيه فيه أصيله عارف اللي هو عنده عنده ثقة كبيرة جدا في ربنا سبحانه وتعالى هقول لك يعني هديك الأمثلة دلوقتي وأنت رب رب قوي الكل يفنى يفنى ويبلى وأنت وحدك وحدك حي معايبي ليست تخفى لكن عفوك أوفى دي ثقة وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفى أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفة تطير تسجد تسجد تسمو وتحتس النور صرفة يا رب قد كنت ميتا ميتا ولكن أصبحت بالدين حيا وقلت شتان شتان حقا بين الثرى والثرين ما أصبح ثقة وتفاؤل هذا الموضوع يعني عرف أنت اللي هو طبعا الاستعانة بنستمد أنواع الثقة من إياك نحبد وإياك نستعين فده مهم هي عبادة من أعظم العبادات عبادة قلبية بالفعل التفكر في الله سبحانه وتعالى في قدرتي في خلقي النهاردة اللي واحد تحس أنه محبط فالنهاردة أنا عايز أستعين حق تتوكلون على الله حق تتوكلون أعتقد الآية واضحة بالضبط فأنا أنت متخالح لي أو حديث واضح متخالح أنا معرفة الرب سبحانه وتعالى هو عظيم طب معرفة العبد أنا ضعيف فهذا مهم جدا أننا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ونبقى عارفين أننا هنفق في ربنا أزاي بالتحديد رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام هو قدوتنا نعم وكانت حياته مليئة بمواقف عديدة بالثقة بالله خلينا نتكلم شوية عن أمثلة من الثقة بالله من خلال رسولنا الكريم الرسول الصلاة والأنبياء يعني لما تسمع في آخر سورة الأحقاف فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل الصبر نبي بيطمنه هو النبي اللي لاقى ما لاقى واستحمل ما استحمل وتحمل ما تحمل وأوذي إذاء شديد فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم بعد اللي عملوا فيك ما تستعجلش على اللي هيحصل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهر آية مليانة بعالم من الصور والدلالات والمعاني ولو حد ما عنده استقبل الله مش هيبقى فيه مش هيقدر فيه شخص يعمل بعد كل اللي شافه ربنا أقوله فاصبر كما زي إيه كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهر بلاغ كأن الساعة من النهر دي ربنا بيقوله يا محمد ده أنت سيبهم ده هي ساعة الوقت القصير التافه ده ليهم ساعة وبعد كده كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهر بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون عشان كده النوع صلى الله عليه وسلم كان دائما ثقة بالله سبحانه وتعالى لها تيأسه من روح الله بلا حدود تعالوا نشوفه هو عليه الصلاة والسلام لما تشوفه فأمثلة كثير جدا مثلا لو هنفترض الإذاء اللي أذي له أذي به عليه الصلاة والسلام أو أكثر كثير جدا الطائف وتركه مكة يعني ثم استقرت به الأمور إلى أن يدعو الله سبحانه وتعالى اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقل تحيلتي ثم به يأخذه الله سبحانه وتعالى إلى رحلة سماوية ورحلة أرضية وهي رحلة الإسراء والمعراج هو مشهد خير اللي حصل شوف الثقة بالله سبحانه وتعالى في حياته عليه الصلاة والسلام لما يطلع فوق عند صدرة المنتهى فالله سبحانه وتعالى يفرد عليه الخمس صلاة طبعا خمسين صلاة تخفض 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 هو بيقول كلمة على الفكرة خلي بالك هنا بول سال تعطى في حديث مهم فاصل سال تعطى سيدنا موسى بقول له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف اطلع اطلع شوف خلي عندك ثقة يقول له ده هو نزل نزل من الخمسين اطلع تاني فاسأل قال في الآخر خالص قال اني استحييته من ربي ده كده خلاص أنا كفاية أوليك أنا كده كفاية ثقة يعني كفاية أن أنا كل ما أسأله هيديني سال تعطى سال تعطى فلما هو طبعا شاف إذاء بس خلي بالك عند صدرة المنتهى وربنا بالفعل قال خمسون بالفعل وخمسونة في الأجر بس يعني هو هو الشاهد اللي احنا عايزين ناخده منه من دكتر لا ما هيديني برضو ما هيديني برضو ثقة في كلام اللصة طبعا طبعا يعني إذا كان الصلاة خمس صلوات والأجر خمسين صلاة يعني ده ايه ده انت عايش ازاي كده يعني وبعدين يقول له طب تعال بقى خلي بالك انت هترجع تاني الدنيا ففيه إذاء وفيه حاجات كده صغائر بس انت كنت فين عندي صدرة المنتهى يعني شايف اللي تحت ده أقل من حبة الرمل فهو فرض عليه الصلاة الله أكبر تفرضت الله أكبر دي فوق عشان لما تنزل الأرض يا محمد تفتكر الله أكبر تفتكر اللحظة اللي انت كنت فيها فوق فمتيأس أبدا ربنا عظيم سبحانه وتعالى فحنا محتجين طبعا يعني سيدنا أنس بيقول حديث شعير عن النبع صلى الله عليه وسلم والله اصبروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا فإنكم ستجدون أثرة كبيرة في شدة حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحمد في شدة في ابتلاء في مرض في جوع أنس خلي بالك أنس ده هو بيجبولي الكلمة عن النبي ده كده ده هو عايش في الثقة لما أم جابته عفوا لما أم جابته للنبع صلى الله قالت يا رسول الله هذا أنيس أتيتك به يخدمك يا رسول الله خذه فقال عليه الصلاة والسلام طبعا طالت أن تدعو له أن يدعو له عليه وسلم فقال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته فأنس يقول والله لقد أصبح مالي كثير ووالله إني أرى ولدي وولد ولدي يتعدون نحو المئة أيضا سقه أيضا سقه ولا سوف أعطيك ربك فطرده طبعا يعني مش عايز أقول أنه وعد ولا سوف أعطيك ربك فطرده إذا ما كانش الواحد واثق من هذه الآية صحيح ثقة في موعود الله سبحانه وتعالى ثقة في لقاء الله سبحانه وتعالى ثقة في حياة الأنبياء تراها أيضا كما كانت في الرسول عليه الصلاة والسلام وهنا سؤال أستاذ أحمد بالتحديد يعني خليني أرجع شوية قد يكون قبل حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كما حضرك ذكرت في حياة الأنبياء من قبل رسولنا الكريم يعني وبتحديد سيدنا إبراهيم حتى لو حابنا نتكلم عن سيدنا إبراهيم بص شوف الثقة هنا تلاقيها بمنظر تاني خالص غير النبع عليه الصلاة والسلام لما تشوف النبع الصلاة والسلام هو قدوتنا واللي احنا بنشوفه لكن سيدنا إبراهيم يلقى في النار فينزل الملق حتى إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة ده الموضوع مش وصل لكده ده هو بيقول له إيه ألك حاجة سيدنا جبريل الملك نزل له في حاجة دهض في النار قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم يا ها يعني أنت خلاص ده الناس كلها مجتمعة حواليك وهتلقى في النار بيلجأ إلى الله ثقة في ربانس الحال وصلته لإيه قلنا يا نارو كوني بردا وسلاما على إبراهيم مع سيدنا هاجر ده موضوع تاني طيب بلاش سيدنا هاجر لأن إحنا لسه طالعين يعني عايشين اللي بدأ ما شاء الله يروح العمرة يعني أننا صلى الله سبحانه وتعالى يتخبر مننا صالح العمال عمرة المولد يشوف بقى ما يتزمزم دي في قبل الله سبحانه وتعالى يسيب زوجته سيدنا هاجر وإسماعيل كده فبعدين سيدنا هاجر بتقول له يعني ألك حا يعني آه الله أمرك بهذا أنت في حد يسيب كده زوجته يمشي في الصحراء فلا يرد حد يسيب زوجته لا يرد فقالت آه الله أمرك بهذا ربنا أما فقال نعم قالت إذن لي يضيعنا ثقة ده منين ده واحدة أم موسى النيل تحتنا كانت تسكن على النيل سيدنا موسى فرعون ليذبح كل الأبناء الصغار فسيدنا هارون ولد في السنة التي لا يذبح فيها لكن سيدنا موسى كيف في السنة التي تذبح فالستة حملت حملا خفيفا فمرت به طيب هي عملت إيه فبدأت تعمل حاجة ويعدوا يشوفوا أي حد صغير يقتله ويذبحه فحطت وضعته في صندوق وربطت بالصندوق حبله إذا أتوا ألقت الصندوق في الماء فذهب الصندوق ولم يعد فأوحينا إلى أم موسى فأوحينا شوف الموضوع حتى يقولك إحساسها هي لو لا أن ربطنا على قلبها إن كادت لا تبدي به قلبها طار إيه ده ابني ابني بعد حدني أنا كنت منتظر ابني شوف ربك إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وعد يبقى لازم في ثقة تحقيق معود الله فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق عدها تاني فيا صدق ولا تعلم أن وعد الله حق فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن أنت الموضوعين كنت شايلة هم حتى أقولك لو لا إن كادت لا تبدي به خلاص هتقول إن ابني هو ابني بيجري مني ما يمخبينها عن الناس كلها شايلة ما حدش بحادش يعرف إن كادت لا تبدي به لو لا أربطنا على قلبها سبوري بقى شوية إن رادوه إليك وجعلوه سيدنا عمر أعفوا يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الجميل سيدنا موسأل إيه يا سيد أحمد كلا إن معي ربي سيهدين سيهدين أصحاب كلمهم يعني أعتقدش بقى في ثقة بالله أكتر من هذه الثقة عشان بس إحنا ساعات ومع الأجيال الثقة دي قد تهتز يعني أنا أصد أقول الكلام دي قد تهتز ولكن بالأمثلة اللي حضرتك بتقولها واللي إحنا بنذكرها ما أعتقدش أبدا أن ممكن حد تهتز ثقته بالله سبحانه لا أعلم حضرتك معلش هنا في حصل موقف للخليفة يزيد لما أعطى توجيه لوالي البصرة فوالي البصري ذهب للحسن البصري وقال يا إمام أتاني توجيه من الخليفة يزيد أنا جالي توجيه إن فعلته أخضرت الله سبحانه وتعالى وإن لما فعله أخضرت الخليفة فهنا كلمة ممكن نرخص المشهد طبعا حضرتك قال إن الله يمنعك من يزيد لكن يزيد لا يمنعك من الله الله إذا كان الله معك لو ربنا معي من أعب عليك يكفيك وإذا كان الله عليك فمن معك يكفيك ويا ربي ماذا وجد من فقدك ويا ربي ماذا فقد من وجدك لو أنا مش معي ربنا سبحانه وتعالى من أعب معي في جملة قصيرة أستاذ أحمد قبل أن ننتهي من هذا اللقاء كيف يعيش الإنسان وهو مليء بالثقة بالله طوال حياته يستمد هذه الثقة أولا بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى سيدنا عمر كان في معلش أنا أسف بنقول القصص سريعة جدا على الأساس أننا ستوضح هي أكتر القصة بتلمس أكتر عمر سيدنا عمر الخطاب ويقول لعبد الله بن عباس كنت أسير أنا وأبي وكان معنا عمر بن الخطاب في قومنا فالقافلة مشى وكنت أنا وأبي في مؤخر الناس كنا في الآخر فقال فقال أبي هذه سحابة هاجت فماذا نصنع الآن هما في الآخر فقال عبد الله بن عباس ماذا نصنع فقال أبي أدعو الله أن يصرف عنا أذاها فقال أبي رفع عيدا وقال اللهم اصرف عنا أذاها وصبعنا شوفوا الثقة بالله نستمد من الدعاء من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى من التذلل على بابه هي سحابة خلي بالك القوم عمر قدام والناس كلها قدام فقال فلحقنا بالقوم فما رأوا فما رأوا علينا آثار ما رأيناه عليهم قالوا ما أصابكم لم يصيبنا مثل ما أصابكم ابتلت رحالنا ماذا فعلتم سيدنا عمر أنت عملتوا إيه فقال عبد الله بن عباس أبي دعا الله بأن يصرف عنا أذا هذه السحابة وهذا مصدر ثقة الحقيقة ويعني ليس أقرب من زي ما حضرتك قلت الثقة بالله من كثرة الدعاء دعاء الإسلام السيد أحمد أحسام بشكرك شكرا جزيلا وعلى وعد باللقاء متجدد وكلنا في حياتنا الحقيقة نستمد دائما الثقة بالله في كل يوم وفي كل لحظة شكرا جزيلا وعلى وعد باللقاء كما قلت مرة شكرا جزيلا وشاهدينينا لسا مكاملين معكم فقرات مهارك سعيد شكرا جزيلا